مجلس القضاء الأعلى بتركيبته وما يضمه من مؤسسات قضائية يعد واحداً من المفاصل المهمة في بنية الدولة العراقية لدوره بتحقيق استقلالية القضاء في البلاد بعيداً عن همنة السلطات التنفيذية وفي السنوات الأخيرة معارس مجلس القضاء الأعلى دوراً متشعب الأوجه من خلال سعيه لفرض هيبة القانون وسير العملية الديمقراطية في العراق عبر تأسيس لنظام قضائي مؤلف من كادر مؤهل حر ومستقل عن التأثيرات الخارجية وممثلاً برئيسه القاضي فاق زيدان وبتعاونه مع باقي الرئاسات عمل مجلس القضاء الأعلى على تحقيق أكبر قدر من العدالة فضلاً عن دوره في مكافحة الآفة الخطيرة والمتمثلة بالفساد المتفشي في أجزاء كبيرة من جسد الدولة العراقية وفي هذا الإطار لم يقتصر دور المجلس على الساحة المحلية ومتابعة ملفات الفساد وضمان محاسبة المتورطين فيها بل امتد إلى التعاون مع مختلف دول العالم من خلال اللقاءات التي يجريها فاق زيدان مع مسؤولي وسفراء تلك الدول سعياً لاستعادة الفاسدين الهاربين واستداد الأموال المهربة إلى الخارج وسط كل هذه المسؤوليات والمشاغل لم تغب الكوادر القضائية السابقة عن ذهن رئيس مجلس القضاء الأعلى حيث استقبل وكرم وزير العدل السابق شبيب لازم المالكي مشيداً بمن بذله من جهد خلال فترة تسنمه المسؤولية وفي ظل حكم النظام السابق وفي بلد مثل العراق لا يجد المواطن سوى المؤسسة القضائية ملجأاً وملاذاً أخيراً يضمن له تحقيق أي تطلعات وطموحات مستقبلية وتصحيح أي خلل يمكن أن يعطل مسار الدولة أو أي مسار يعرقل تحقيق العدالة الناجزة